في حرب دخلت عامها الثالث يبدو القطاع التعليمي هو الأكثر تضررا فأكثر من ثلاثة ملايين طفل في اليمن محرومون من حقهم في التعليم بعد أن تحولت مدارسهم إما إلى ثكنات عسكرية أو مأول للنازحين الأرقام والإحصاءات المرتفعة التي تظهر كل يوم عن واقع التعليم تحدثت عن كارثة شملت معظم المدارس الممتدة على خارطة الجمهورية إلا أن محافظة تعز احتلت الصدارة نظرا لضراوة المواجهة العسكرية المشتعلة في المدينة وريفها مركز الدراسات والإعلام التربوي في تقريره السنوي الثالث حذر من تعرض 13 ألف مدرسة للإغلاق وقال إن معظم المدارس التي ستتعرض للإغلاق هي تلك الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد واستمرار أزمة الرواتب دعا المركز إلى سرعة إنقاذ التعليم خصوصا بعد توقف رواتب 70% من المعلمين منذ عشرة أشهر وهو الأمر الذي يعني حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم الارتفاع في نسبة المخاطر وترد الأوضاع المعيشية وانتشار الأمراض أسباب عديدة أدت إلى تراجع نسبة الالتحاق بالتعليم بعد أن أكدت مصادر تربوية تراجع الالتحاق في العام الماضي إلى قرابة 3% وهي ليست نسبة اعتيادية قياسا بالوضع الطبيعي وبرغم فتح الكثير من المدارس أبوابها إلا أن الآباء متخوفون من إرسال أبنائهم للدراسة إما بسبب الوضع الأمني المنفلت أو القصف المفاجئ الذي قد يؤثر على نفسية التلاميذ إن لم يستهدف المدارس نفسها التقارير التربوية أكدت أيضا أن أكثر من 1400 مدرسة في عموم البلاد أغلقت خلال العام الماضي وأن نسبة كبيرة منها متضررة إما بشكل جزئي أو كلي وأن غيرها محتلة عسكريا أو تستخدم لإيواء نازحين وبحسب التقارير أيضا فقد سجل العام الماضي أعلى معدل في حوادث الاعتداء على المدارس أثناء فترات الدوام الرسمي وقد تنوعت هذه الاعتداءات بين قصف مدفعي وقصف للطيران أو اعتداء مسلح تظل العملية التعليمية عموما ومن بعدها القطاع التربوي على وجه الخصوص الخاسر الأكبر في هذه الحرب فما بين انقسام وتدمير وإهمال لا يزال وصف الكارثة التعليمية هو أقل ما يمكن قوله وفقا للأرقام والمؤشرات التي ترتفع كل يوم عن واقع هذا التدهور اشتركوا في القناة